واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر يا نبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب في هذا القرآن قصة المرأة الصالحة التي برأها الله سبحانه وتعالى واختصها بأن تكون أما لنبي بل هو من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مريم رضي الله عنها وأرضاها ماذا صنعت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ابتعدت عن الناس حتى تنقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى أرسل الله الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام في صولة بشر من أجمل ما خلق الله اكتملت أمور تدعو إلى المنكر إلى الفاحشة رجل لا تعرفه ليس من قومه شاب جميل وهي جميلة صغيرة في السن لا يراهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى ماذا صنعت قدمت خوفها من الله سبحانه وتعالى على الشهوة على شهوتها فأعطاها الله سبحانه وتعالى خيرا مما تركت لم يخطر على بالها أن تكون هي يوما من الأيام أما لنبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا قالت؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا عندما رأت هذا الملك في هذه الصورة خافت وذكرته بالله قالت إن كنت ذا تقوى ابتعد عني لا تقرب مني واستعاذت بالله سبحانه وتعالى الآن هنا اتضح الأمر عندما قدمت رضى الله سبحانه وتعالى على ما تشتهي أعطاه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قال أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى ملك من الملائكة عليهم السلام أرسل الله سبحانه وتعالى حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطيها غلاما غلاما له أوصاف فيه زكاة فيه نقاء لا ذنوب لا معاصي سلمه الله سبحانه وتعالى نعم كما حدث مع زكريا عليه السلام حدث مع مريم رضي الله عنها قالت كيف كيف يأتي هذا الولد وهي ليس لها زوج قالت أنى يكونني غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا هذه الأسباب التي يكون بها الولد قالت أنها ليست ذات زوج ولا تأتي بالفاحشة نعم لأن الله سبحانه وتعالى سلمها من هذا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا قضى الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه الصلاة والسلام يكون له آية أنه يخلق بلا أب وكما خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام بلا أب ولا أم من باب أولى أن يخلق عيسى بلا أب عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى في سياق إثبات أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بلا أب ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة آدم عليه الصلاة والسلام إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم عليه الصلاة والسلام المترجم للقناة